السلام عليكم. شنو وقت طاع الفوائد لزاجيه. هو وقت طاع كيتعرض لي كل واحد يعني سحب الصادر ديالو او جزء منه او لا سحب فلوس ضغطه لحسابه. قبل ما تدوز عليه اربعة وعشرين ساعة. يعني من تاريخ ديال التحويل الصادر او الفلوس للحساب الشخصي. كيتعرضوا بزاف ديال الناس كل تلتة اشهر لاقتطاعات يعني الاسم ديالو لزاجيه. هو الاقتطاع في الغالب كيكون ماشي ثابت. يعني كتغيير قيمة ديالو كل تلتة شهر وبعض المرات ما كيكونش. هال الاقتطاع كيكون نتيجة لنسبة فائدة على واحد مبلغ مالي. اعططو لك البوانكا كريدي بلا ما تعرف. وهلي بالمودة ما كتتجاوز يوم او بضعة ايام في احوال اخرى. شنو هو المصدر ديال الاقتطاع ديالو جيو. بزاف ديالحال كي يضطروا الناس يسحبوا الفلوس ديالو الصادر كاملة. ولا جزء منها بالطبط في النهار اللي يتخلي حسابهم. هاتشي كي يخليها الاقتطاع على الجيو يتحسب عليك. وباش احتفادها ضروري تخلي صادر في حساب بالمدة 24 ساعة. ومليه يدخل لحسابك البانكي. حيط البانكي تعتبر لسحب تيالفلوس قبل ما تدوز 24 ساعة. بحالة اعطتك هي كريدي. يعني بحالة اعطتك كريدي عليه. بمعنى كتدخل معه في قرد بلغ بارك. وكل تلت شهور كي يجيك اقتطاع الفائدة عليه. حالة اخرى. مليك يصيف لك شي حد الفلوس لحسابك. بك تخرجهم نشوف نفس النهار. ولكن تخليهم يدوز عليهم 24 ساعة. حيط السسين ديال البانكي يعتبرهم حتى هما كريدي. لي كي يحسب عليهم نسبة الفائدة. باش تهنون هات الشي كامل خصكم تجنبوا تسحبوا فلوسكم حتى تفوت 24 ساعة بعد اي عاملة تحويل لحسابكم. حيط كين فرق بين تاريخ العملية وهو يوم اللي انجزة فيه السحب. او التحويل وتاريخ القيمة وهو التاريخ الفعلي للسحب. او التحويل حسب البنك. نعطيه هنا مثال. اللي افترضنا انه يوم واحد وثلاثين من شهر هو النهار اللي يدخل لك الصادر وخرجتي اربعة لفدرام. في ذلك النهار. اذا تاريخ العملية الخاص بالسحب هو اربعة لفدرام. هو واحد وعشرين واحد وثلاثين من شهر بينما تاريخ القيمة وهو ثلاثين من شهر. ناقص يوم بالنسبة للسحب. وزائد يوم بالنسبة للدعب. للدفع يعني في رسمه. كتحسب العطل الرسمي والاحد والسبت. في حساب الفرق بين تاريخ القيمة والتاريخ العملية. اذا الا افترضنا ان يوم ثلاثين من شهر كان رصيدك اقل من مبلغ السحب. ستكون في هذه الحالة مدينة البنك. لكي يعني انك اخذتي سلاف تصبيق من البنك بمبلغ اربعة لفدرهم لمدة يوم واحد. وبالتالي ستدفع مصاريف هذاك القرد الاجباري التحيلي. لغي يباليك في الكشف اسمية ليزاجيو. يعني كان نصح لكم. ما تسحبوش الفلوس من حسابكم حتى الغدله. خصوصا الى كان رصيدك اقل من القيمة ديال السحب. وكلما كان السحب كبير كلما زادت المصاريف ديال البنك. لهذا كنلاحظوا ان قيمة تختلف. حيث ما بلغ السحب. كتختلف كل مرة. تحية ترجمة نانسي قنقر